موسيقى هذا الوصل القادمي سنعطي برهان على تجربة عملية ناجحة فهذا الغصن القديم كان غصن طويل وكبير فجبت أنا غصن من شجرة دريق من نوع غير شجرة الأم وغراسة برعم بالغصن وقصيت قدامه حتى يتحول له الغذاء فالي حصل أنه من شهرين لأسه نبت المطعوم اللي أنا زرعته وأصبح غصن طبعا أنا لو قسقس أو شيء اللي انزع الأغصان البيقي من الشجرة كان طلع أنشط وأقوى وأكبر بس أنا طالما ما كان بعد ونجح أو نبت البرعم فإحتياط خليت الشجرة متل ما هي تحتج نايت ثمارة اللي كانوا عليها وبس وجدت أنه البرعم هايذا طلعت ما أنايت الآن في السنة القادمة قص العمد هايذا حتى اسمح للمطعوم جديد ينمى وبخلي إذا بدي أغصان من الشجرة الأم يحملوا لي ثمار غير اللي أنا زرعتهم فهي منعتبارها تجربة عملية ناجحة للتطعيم الرقعة وهذا بيتطعم بالصيف بالوقت اللي بيكون بلش بدوا ينضج الثمار عندنا مثل بيقول كل منه وطعم فيه فهيدي بكون الأغصان بعدها مشبعة بالنمو بالسائل بيستقبل المطعوم وبيغذي بسرعة إنما إذا تأخرت جمعتين أو شهر بينشف الغصن ما بيعود يقبع اللحاء عن الغصن أو القشرة حتى تزرع البرعم وينما فهوني فيه تطعيم بوقت محدد ممكن يكون أسبوع أو أسبوعين على قدر نمو أو قوة الشجرة إذا كان فيها غذاء كيف أو لا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة